نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء احتفالاً باليوبيل الذهبي لذكر انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك ضمن مبادرة وطن واحد التي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية أحيا الحفل الذي شهدته مدينة العريش في محافظة شمال سيناء كل من رامي صبري وهايدي موسى بالإضافة إلى مشاركة كرال روح الشرق يأتي ذلك استمراراً لتفعيل الدور المجتمعي ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات ضمن مبادرة وطن واحد والتي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان وتتضمن فعاليات المبادرة تقديم احتفالية فنية كبرى بتلك المحافظات لمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب احتفاءاً بتلك الذكرى الوطنية أنا سعيد ومتشرف أن أنا على أرض الفيروز الأرض الجميلة أرض العريش أرض سيناء العظيمة بلدنا الجميلة دي لوحدها يعني أنا فرصة عظيمة وأنا بشكر كل اللي كان السبب في تواجدي الآن هنا بشكر كل شهداءنا وكل قادة بتوعنا في قادة مسلحة إنه هما السبب أن أنا واقف هنا بسجل في هذا الأمن والأمان الجميل ذكرى يمكن مرور خمسين سنة على انتصارات أكتوبر من الأحداث المهمة والأهم في تاريخ مصر كله واللي كلنا كل سنة بنقف قدامها وبنبقى سعيدين جدا جدا وفخورين باللي حصل نصر أكتوبر وانتصار أكتوبر هو مش انتصار لمصر فقط وإنما للوطن العربي وللعروبة كلها ربنا يحميكم وإن شاء الله الأيام اللي جاية كلها خير بإذن الله اشتركوا في القناة